اهلا وسهلا بكم عزيزي المشاهدين في كل مكان واخيرا انتهت مباراة الهلال والوداد المغربي بفوز نادي الهلال السعودية بخمسة مقابل ثلاثة بركلات الترجيح ويواجه فلا منجو البرازيلي في نصف النهائي السلساء السابع من فبراير الف مبروك للهلال زعيم اسيا وهارد لك للوداد المغربي مباراة كانت في منتهى روعة مباراة مصيرة حكم غريب جدا يعطي انزارات بالجملة 60% من اللاعبين اخذوا انزارات بالاضافة الى حالتين طرد طرد يحيى جبران وطرد محمد كنو طبعا احرز الهدف الاول للوداد اللاعب ايوب واحرز هدف التعادل للهلال محمد كنو الذي طرد فيما بعد في الشعوط الاضافي الاول مباراة مصيرة فريقان ممتازان ادوا اداء مشرف ووصلوا لركلات الترجيح وفي النهاية فاز الهلال نقول له الف مبروك يا زعيم نتمنى لك التوفيق بالكل التأكيد امام فلا منكو البرازيلي انا مصري وسوف اشجع الهلال لانه فريق عربي يمثلني بالتوفيق لنادي الهلال ترجمة نانسي قنقر